السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية افادت احصائيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد بان حجم منتوجات الصيد الساحل والتقليد التي جارى تفريغها بلغت نحو 236863 طن عندما تم شهر مارس 2018 وذلك بانخفاض قدره 4% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وحسب المكتب الوطني للصيد تقدر القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحل والتقليد التي جارى تفريغها برسم الاشهر الثلاثة الاولى من 2018 بنحو 2.04 مليار درهم اي بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع شهر مارس 2017 واوضحت المذكرة ان حجم الكمية المفرغة للتحالب عرفت ارتفاعا بنسبة 97% لتصل الى 1.882 طن بقيمة تسويقية تقدر ب7.44 مليون درهم بينما سجل حجم الكمية المفرغة من الصدفيات 41 طن والقشريات 1143 طن ورأسيات الارجل 15499 طن والسمك الابيض 17611 طن والاسماك السطحية 200687 طن انخفاضا على التوالي بنسبة 92.2812.11% وحسب نفس المصدر تم تفريغ نحو 5.204 طن من منتوجات الصيد الساحل والتقليد على مستوى مداخل الموانئ المتوسطية بانخفاض قدره 32% مقارنة مع شهر مارس 2017 كما سجلت الكمية المفرغة على مستوى الموانئ الاطلسية انخفاضا قدره 4% لتبلغ 231.658 طن شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان اشتركوا في القناة